بصة تانية سنوية من الاول خالص وعلى وراء عبيضة من غير اي رسومات ومن غير اي صور لا انا هكتب لك بخط ايدي اللي مش حلو خالص وهرسم لك برضو رسومات بخط ايدي اللي مش كويسة بس المهم ان انت تفهم معايا مبدئيا كده احنا محتاجين ان احنا نميز ما بين ثلاث مصطلحات مهمين اول مصطلح معايا هو اسمه التبادل الغازي تبادل الغازي تاني مصطلح معايا اسمه التنفس الخلوي تاني مصطلح معايا اسمه الاحتراق كلمة التبادل الغازي بيحصل مثلا في الكائنات وحيدة الخلية او الكائنات عديدة الخلية ازاي؟ عن طريق ان مثلا دي كده كائن خلية وحيدة مثلا زي العميبة براميسيوم يوجلينا كل الخلية دي كلها او الكائنات دي كلها وحيدة الخلية اللي بيحصل في موضوع التبادل الغازي هو ان بيدخل اكسوجين ويخرج سانيكسود الكربون او يدخل لها اكسوجين ويخرج منها سانيكسود الكربون العملية دي اسمها عملية الايه؟ عملية التبادل الغازي ده ده بيحصل في الكائنات وحيدة الخلية وعديدة الخلايا وكله بس الفكرة ان في الكائنات وحيدة الخلية بيحصل من غير جهاز متخصص يعني يدخل اكسوجين يخرج سانيكسود الكربون منه نفسه كده بالانتشار بالانتشار مش اكتر طيب تعالي نشوف الموضوع ده كده في الانسان مثلا اللي هو طبعا كمثال على الكائنات اللي بتكون معقدة اللي هي عديدة الخلايا لا بيحصل بقى بوسطة جهاز متخصص من هو الجهاز المتخصص ده اسمه الجهاز التنفسي هكده الجهاز التنفسي اللي بيحصل بيدخل مين بيدخل الاكسوجين وبيخرج مين بيخرج ساني اكسيد الكربون العملية دي اسمها عملية التبادل الغزاء طب بيانتوجع عنها طاقة لا ما بينتوجع عنه طاقة طب ندخل بعد كده على المصطلح التاني معايا وهو التنفس الخلوي عملية التنفس الخلوي عملية استخلاص الطاقة استخلاص الطاقة من جزيئات الغزاء الا اشهارهم الطبعا الجلوكوز ليه احنا اتخدنا الجلوكوز لان الجلوكوز ده هو الغذاء الاساسي المعظم لكل الكائنات الحية الغذاء الاساسي لكل الكائنات الحية فانا هاخد الجلوكوز كمثال على الغذاء مش هينفع اخد الفراكطوس واسان يقول لي طب انا انا باكل فواكع والفواكع ده elle هيا سكر الفراكطوس فقول لك ماشي بس في كائنات تانية مش بيتغزر على الفواكع اللي بيحصل بيكون مثلا عندي كده خلية الخلية دي بيكون جواها ميتوكندريا ده كده الايه الميتوكندريا اوت طبعا اللي بيحصل انا بداخل بقى الجلوكوز اوت الجلوكوز وبدخل مثلا ممكن ادخل اكسوجين وممكن ما يكونش فيه اكسوجين العملية دي اسمها اكسدة الجلوكوز اكسدة للجلوكوز طيب التنفس الخلوي ده بينتج عنه طاقة اه هو الغرض اصلا منه انا باخد الغلوكوز وباخد الاكسوجين عشان اطلع مين طاقة اخزنها اخزنها في الاتب اقدر اخزنها في الاتب اي بل الغرض الاساسي الاشتراك او الفكرة او تعريف مسلا التنفذ الخلوي هو استخلاص الطاقة من جزيئات الغذاء وانا اخدت 일غلوكوز ده كمثال لجزيئات الغذاء اي او اعمل له اكساد او تنفذ خلوي وباخد منه الطاقة اخزنها في الاتب كفي تنفس خلوي هوائي وده بيحصل من اسمه في وجود الهواء إن ما فهوائي وده بيحصل عمل ايه في غياب الاكسجي امال ايه موضوع الاحتراق موصولت الهوائي م serves شرط اساسي في وجود الاكسوجين. شرط اساسي في الاحتراق هو وجود الاكسوجين. عشان خطر ساعد بيجيب لك اسئلة كده وقول لك انا عايز الفرق ما بين مثلا التنفس الخلوي والاحتراق. الاحتراق شرط اساسي وجود مين? وجود الاكسوجين. طيب في درجات درجات مرتفعة. درجات حرارة مرتفعة. انما انت عارف التنفس الخلوي ده بيحصل في درجات الحرارة تاعت الجسم اللي هي كام? اللي هي سبعة وتلاتين ليه لان فيه انزيمات اصلا يعني التنفس الخلوي ده بيكون فيه انزيمات اسمها انزيمات التنفس الانزيمات دي بتشتغل او بتتأثر بدرجة الحرارة وبالتالي درجة الحرارة المناسبة لشغلائية سبعة ترتي لكن الاحتراك لا بيحصل في درجات الحرارة المرتفعة طيب انا عندي التبادل الغازي ده مش بينتج عنه طاقة اصلا التنفس الخلوي ده بينتج عنه طاقة بقدر اخزنها في الاي تي بي الاحتراك ده بينتج عنه طاقة بس ما قدرش يخزنها. بينتج عنه طاقة. بينتج عنه طاقة. لا يمكن تخزنها. لا يمكن تخزنها. يبدل الوقتي انا معي تلات مصطلحات مهمين. لازم اميز ما بينهم. تبادل الغازي خروج ودخول الغاز. اسمها تبادل غازي. بيحصل في الكائنات واحدة الخلية بالانتشار. وفي الكائنات عديدة الخلية بوسطة جهاز اسمه جهاز التنفسي. زي مسلا الانسان. طيب ينتج عنها طاقة? لا ما بينتجش عنها طاقة. طيب المصطلح التاني وهو التنفس الخلوي. التنفس الخلوي هي عملية الاستخلاص الطاقة من جزئات الغذاء. اللي خدنا منهم كمسال الجلوكوز عشان كل الكائنات الحية بتتغزع على الجلوكوز. فبعد اخل الجلوكوز ده. سواء كان في وجود الاكسوجين هقول عليه تنفس خلوي هوائي. في غياب الاكسوجين هقول عليه تنفس خلوي لا هوائي. تمام? وطلع منه طاقة. الطاقة دي بقدر اخزنها اه بقدر اخزنها. بخزنها في جزئات الاتي بي. طيب درجة الحرارة المناسبة درجة الحرارة بتكون سبعة وتلاتين. انما الاحتراق ده ده شارة اساسي وجود الاكسوجين على غير التنفس الخلوي. التنفس الخلوي ممكن يحصل في غاب الاكسوجين وباسمه تنفس خلوي لهواء. لكن الاحتراق لازم عشان يحصل احتراق لازم يكون في اكسوجين. طيب ويحصل في درجة الحرارة العادية زي درجة حرارة الجسم لا بيحصل في درجات حرارة مرتفعة. طيب بيانتجوا عنه طاقة او بيانتجوا عنه طاقة على عكس التبادل الغازي. بس الطاقة بتاعته ما بقدرش يخزنها لا يمكن تخزنها. طيب تعال ناخد بقى الموضوع من اوله. من ساعة ما انت يعني من ساعة ما كنا وقفنا وعند حتة الامتصاص. بص كده معايا. دي مسلا المعدة هي. وبعد كده بيكون فيه الامعاء. بيتم امتصاص فين? بيتم امتصاص الخاملات. بيتم امتصاص الغذاء داخل الخملات. بيكون فيه هنا مين? الخملات. بيتم امتصاص الغذاء اهو. ده كده الغذاء مهضوم. طب الغذاء المهضوم ده بيمشي فين? بيمشي في الوريد البابي الكابدي اهو. يجي ماشي في وريد اسمه وريد بابي كابدي لحد ما يدخل في مين يدخل في الكبد يدخل في الكبد ده كده الكبد اللي بيخزن الجولوكوز في صورة جيلايكوشن طيب بحنا دلوقتي معانا الغذاء دخل في وريد بابي كابدي بحل مين راح للكبد اهو ده كده اسمه وريد بابي كابدي طيب خرج بعد كده من الكبد ده اسمه وريد بابي وريد كابدي بعد كده بيروح يتجمع في وريد كبير خالص وريد اهوة كبير اسمه الوريد الايه الوريد الاجوف السفلي بعد اسمه وريد اجوف سفلي مناشي الوريد الاجوف السفلي ده بياخد بعد كده الدم ويروح يصبه فين بيروح يصبه في القلب فده كده يكون القلب هوت طيب ماشي ده كده يكون ازين ايمن ازين ايمن وده كده يكون ازين ايصر طيب ده يكون بطين ايمن وده كده يكون بطين ايصر طيب احنا عند ده ده هدلوقت هناخد الوريد الاجوف السفلي اللي هياخد الغزة ده ويبتدي يصبه فين هيصبه في الازين الايم وكمان برضو الدم اللي هيتجمع من الجزء العلوي من الجسم هيجي في الوريد الاجوف العلوي يبدا كده وريد اجوف علوي وده كده وريد اجوف سفلي ماشي بيكون في هنا كده صمام اسمه صمام سلاسي الشرفات بوجود في المنطقة ده كده صمام اسمه صمام سلاسي الشرفات هنا كده صمام ده اسمه سلاسي الشرفات طيب بعد الصمام سلاسي الشرفات ده بيصب طبعا القلب من الماء القل الدم بيمشي من الأزين الأيمن للبطين الأيمن بعد كده البطين الأيمن ده بياخد الدم الغير مؤكسج ويصبه في الأزين آآ لا بعد كده بيصبه فيه الشريان الرأوي. ده كده الشريان الرأوي. الشريان الرأوي هياخد الدم ده ويروح يوصله للرأتين. دي كده الرائتين. ننجد ديك اذا القصب العوائية هي تلدخل الرائتين. اهي. اللي بيحصل بقى بيدخل الاكسوجين وبيخرج ساني اكسيد الكربون. فلدلوقتي الدم اللي بيكون موجود في الشريان الرائوي دك ها شريان رائوي اهوت. شريان رائوي. شريان رائوي ده بيبدد ان هو يود الدم الغير مؤكسج للرائتين. ماشي. بعد كده يخرج مين? اخرج ثاني اكسيد الكربون اهو. اخد اصاده مين? اخد اصاده الاكسوجين. يبقى الرحلة بتاعتنا بقى تبتدي هنا من عند ايه? ادي الاكسوجين اهو. يدخل مين? الاكسوجين. في اوردة رائوية. بيكون معي اربع اوردة رائوية اهي. اربع اوردة رائوية اتنين بيجوا من هنا كده. اهم. واتنين برضو بيجوا من هنا. بس بدخلوا من وراء الاوزين الايمن بس كده كده في النهاية بيصوبوا في الاثين الايصر. اهم. اتنين من هنا. يروح يصوبوا في الاثين برضو الايصر. ماشي. دي اسمها اوردة رقوية الاوردة الرقوية ده بيكون فيها دم مؤكسج يعني بتحتوي على الاكسوجين بعد كده الازين الايصر ده بيصب بيصب الدم المؤكسج الى البطين الايصر عن طريق فيه هنا بقى صمام هنا اسمه صمام مترالي او سنائي الشرفات سنائي الشرفات السنائي ده اسمه صمام مترالي بعد كده البطين الايصر هيبتد ان هو يضخ الدم في الشريان الاوردة او يخرج الشريان الاوردة يبتد ان هو يوزع الغذاء على خلايا الجسم طيب هيكون ده دم فيه اكسوجين وفيه غذاء دي كده العضلة اللي داخل للعضلة ده هو مين هو الاكسوجين زائد جلوكوز فدي كده العضلة اللي هنبتدي من عندها الدرس بتاعنا اللي هو مين اللي هو التنفس الخلوي احنا درسنا هتكلم عن التنفس الخلوي بس هبتدي من هنا كده طيب خلاص كده عرفنا الطريق بتاعنا تمام مبدأين كده الاول انا عايز اعرف يعني اصلا جزئات الغذاء نعرف الغذاء او ترتيب الغذاء انا عند الغذاء يعني ما بيكون عبارة عن كربوهايدرات اللي هي رز مكارونا والكلام ده كله كربوهايدرات كربوهايدرات دي انا بكسرها في الهضم واخد منها احماض او لا باخد منها سكريات نسو احماض دلوقتي اخد منها سكريات احدية سكريات احدية طبعا اللي اشهرهم مين اللي هو سكر العنب الجولوكوز ماشي وكمان باخد دهون باكل دهون بكسرها الى احماض دهنية وكمان باخد بروتين بكسرها الى احماض امينية طيب عايز من بقى ترتيب الطاقة يعني مثلا العضلة بتاعتي دي لما تيجي تاخد طاقة دي كده مثلا العضلة العضلة دي عايزة طاقة بتجيب الطاقة بتاعتها منين؟ الطاقة بتاعتها بتاخدها بشكل مباشر من مين؟ بتاخدها من جزئات الـ ATB طيب لو مفيش ATB العضلة دي تاخد الطاقة بتاعتها من مين؟ بتاخدها من السكريات الاحدية يبقى سكريات احدية طيب مفيش سكريات احدية بتبدي بتبدي انها تاخدها من مين بقى بعد كده يعني ببدأ اروح اجيب السكريات الاحدية من مين؟ باخدها من الجلايكوجين المتخزن في العضلات وفي الكابل جلايكوجين طيب مفيش جلايكوجين ابدأ ان انا اخدها من مين؟ اخدها من الاحماض الدهنية من الدهون احماض دهنية طيب مفيش احماض دهنية ببتدي ان انا اخدها بعد كده من الاحماض الامنية ودي بتكون اخر حالة معايا احماض امينية والاحماض الامنية ده هي ما ببتديش ان انا اخد منها الا في الحالات المجاعة فقط حالات المجاعة بابدأ ان انا اخد الغزا بتاعي من الاحماض الامنية الطاقة بتاعتي بجيبها من الاحماد الامنية بدلوقتي انا معايا عضلة العضلة دي لما بتحتاج طاقة بشكل مباشر بتروح تاخدها من مين بداخدها من الاتب ودي اول حاجة طيب مفيش اتي بي راه اخدها من مين من السكريات الوحدية زي البلوكوز ودي تاني حاجة طيب مفيش سكريات وحدية ابدأ ان انا اخدها من الجلايكوجين المتخزن في الكبد والعضلات ودي تالت حاجة طيب مفيش جلايكوجين ان انا اخدها من الاحماض الدهنيةورو عادي رابح حاجة وااخر حاجة خالص الحاجة الخامسه معي هي الاحماض الامنية ده في حالة مين؟ في حالة بقى إنه مافيش احماض دهنية متخزينة مفيش لايك وجل متخزين في الكبد و العضلات مفيش خلاص سكرات وحدية هابتدأ إن ده انا اخد بالاحماض الامنية ودي بتبقى اصعب حالة وطبعاً بتبقى حالة خاصة لها حالات لايه حالات المجعة الطاقة دي انا بخزنها في جزء الاتب تعال نفهم الاول تركيب الاتب كلمة اتب يعني هي اختصار لادينوزين سلاسي الفوسفات ادينوزين سلاسي الفوسفات يعني كلمة ادينوزين سلاسي الفوسفات الادينوزين ده بيتكون من ثلاث حاجات اول حاجة قاعدة اسمها ادينين قاعدة نيتروجينية قاعدة نيتروجينية اسمها ادينين قاعدة اسمها ادينين ادي القاعدة النيتروجينية تبعو رعا عن حلقتين حلقة سوداسية وحلقة خمسية دي كده حلقة سوداسية ودي كده حلقة خمسية دي على بعضها اسمها ادينين طيب تاني حاجة معايا هو سكر الريبوز سكر الريبوز هو عبارة عن سكر خماسي الكربون سكر خماسي الكربون سكر ريبوز اسمه سكر خماسي الكربون خماسي الكربون طيب ثالث حاجة معايا هي ثلاث مجموعات الفوسفات عشان كده بقول عليها سلاسي الفوسفات يبقى ثالث حاجة معايا هي ثلاث مجموعات فوسفات أبارأة دي كده بص بقى بيكون معايا مجموعة فوسفات والتانية والتالتة بيترابط مع بعضها بروابط بروابط طبعا كميائية بيكون فيها طاقة كبيرة جدا طيب أنا عندي المركب ده كله على بعد يبقى دي كده أدنين وده سكر ريبوس خمس الكربون وثلاث مجموعات فوسفات مجموعة والتانية والتالتة المركب ده كله على بعضه اسمه أدينوزين يعني ده دي كده اسمها أدينوزين أدينوزين طيب أنا كده معايا ده اسمه أدينوزين فأدينوزين مربوط فيه ثلاث مجموعات فوسفات فاسمه أدينوزين سلاسي الفوسفات طب هو أصلا الاتبيت اتكونت ازاي اتكونتها عن طريق ان انا كان معايا ادنوزين سنايي الفوسفات ادي كده ادنوزين سناي الفوسفات ادي الأدنين حالة سوداسية وها لك המ jej كما produk ب 있다 ادي السكر كماسي الكربون اريضا المجموعة فوسفات وكمان مجموعة فوسفات فده اسمه Adobe طب انا لما يكون معايا طاقة ومحتاجة اخزينها بخزينها في ربطها تالتة بجي مكون ربطة تالتة هنا كده واربط مجموعة فوسفات كمان فحوله الى اي باربط به فوسفاته وفي النهاية عشان احوله الى A D B طب انا لو محتاج الطاقة لو انا محتاج الطاقة برور للربطة دي وكسرها عشان احصل على مين احصل على ال A D B تاني ال A D B زائد فوسفات يبدأ كده تركيب الادونوزين سلاسي الفوسفات ندخل بعد كده على اكسادة الجلوكوز او التنفس الخلوي مراحل التنفس الخلوي مراحل التنفس الخلوي بص انا قلت لك ان انا عندي التنفس الخلوي ده نوعين فيه تنفس خلوي هوائي وده اللي هناخده الاول وبعد كده في تنفس خلوي الى هوائي التنفس الخلوي الهوائي بيمر بثلاث مراحل او عمتا يعني الكتاب قالك هو ثلاث مراحل بس احنا هنفصصهم لمرحلة ربع معاني عشان خاطر نفهم اكتر ومن اطلبتش في الاسئلة بمعنى انا هقول عن نفس كده ان هم اربع مراحل بالنسبة لي انا اعتبرهم اربع مراحل وهم علميا فعلا اربع مراحل بس انت منهجك قالك ثلاث مراحل بس في اسئلة بعد كده هتلغبتك هتبدأ ان هتلغبتك طيب المهم تعال نشوف ايه هم الاربع مراحل اول مرحلة معايا اسمها مرحلة انشطار الجولوكوز مرحلة الاولى انشطار الجولوكوز طيب والمرحلة التانية اسمها مرحلة تفاعل الربط تفاعل الربط اللي هي باختصار كده تمهيدي تمهيدي لدورة كريبس تمهيد دورة كريبس طيب والمرحلة التالتة معايا اللي هي دورة كريبس والمرحلة الرابعة معايا اللي هي سلسلة نقل الالكتروم ماشي طيب انا دلوقتي لو معايا مثلا خلية دي كده خلية العضل اللي كنت لسه بقولك عليها دلوقتي العضل عبارة عن خلية الخلية دي بيكون جواها سيتوبلازم المية اللي بتكون موجودة دي كده اسمها سيتوبلازم اوت سيتوبلازم بيكون موجودة ديها عضيات عضيات زي مين عضيات مثلا زي النواة عضياء مثلا زي الرايبوسومات زي الشبكة الاندوبلازمية زي مثلا اهم عضي معايا ما احتاجه النهاردة هو الميتوكندري دي كده ليه الميتوكندري ماشي هو انشطر جوليكوزدة بيحصل فين انشطر جوليكوزدة بيحصل في حته نسمها السيتوبلازم السيتوبلازم ماشي يعني موجود هنا طيب هين فيحصل هنا؟ ولا يحصل هنا؟ ولا فين؟ في حتة غير عضية جزء فاضي كده مفهوش عضيات خالص ما أنا قلت لك ان السيتوبلازم ده بيكون عين في العضيات تعال أعند حتة فاضية كده مفهوش أي عضيات خالص اهيت الحتة دي هنقول عليها اسمها السيتو زول يعني الجزء الغيرعضي السيتو زول الجزء الغيرعضي اهون شطر الجلوكوز ده بيحصل فين في السيتوبلازم بالتحديد في السيتوزول. طيب تفاعل الربط ودورة كريبس وسلسلتنا للاكترون بيحصلوا فين? التلاتة مع بعض بيحصلوا فيه الميتوكندريا. اش ما يعني الميتوكندريا قالك لان الميتوكندريا بيكون عندها خمس حاجات مش موجودين عندها حد تاني. يعني انا عندي دلوقتي مراحل التنفس الخلوي الهوائي اربعة. انشطر جولوكوز المرحلة الاولى وبتحصل فين? بتحصل في السيتوبلازم. في اي حتة في السيتوبلازم? لا مش في اي حتة في السيتوبلازم. بتحصل في حتة اسمها السيتوزول. اوه هو السيتوزول هو الجزء الغير عضي. يعني الجزء المفهوش عضيات. طيب تاني مرحلة اسمها مرحلة تفاعل الربط. مرحلة تفاعل الربط اللي هي بتكون تمهيدي قبل دورة كريبس. طيب تلات مرحلة دورة كريبس. رابع مرحلة سلسلة نقل الالكترون. التلات مراحل دول بيحتاجوا شوية حاجات خاصة مش موجودين غير فين غير في الميتوكندريا. عشان كده بيحصلوا فين? بيحصلوا داخل الميتوكندريا. طيب تعال نعرف الميتوكندريا الاول هي بتتكون من ايه? وايه الحاجات اصلا اللي موجودة جواها? مسلا لو هناخد الميتوكندريا دي نبتدي ان احنا نكبرها. فتلاقي ده شكل كده الميتوكندريا بتكون من غشاء خارجي. الغشاء الخارجي ده بيكون فيه طبعا ده بيكون فيه كمان غشاء داخلي. ادي كده الغشاء الداخلي هو. الغشاء الداخلي ده يبقى على شكل التعرجات كده. التعرجات دي بقول عليها اسمها الاعراف. يبقى ده كده غشاء خارجي. انما الغشاء الداخلي ده اسمه ده كده غشاء داخلي. بيبقى على شكل تعرجات. التعرجات دي بقول عليها الاعراف. والاعراف دي كل ما بيزيد عدتها كل ما يزيد معدل التنفس الخلوي يعني مسلا انا قدامي ده واحد اتنين ده اربعة لواحد تاني او ميتوكند Run 2 فيها خمسة ستة لا ايبه هيكون فيها معدل التنفس اعلى. ايبه كل ما زود في الاعراف بزود من معدل التنفس. ايبه العلاقة بتكون ترضية. دي كده عدد الاعراف وده كده معدل التنفس.ib علاقة ما بينما ترضية كل ما زود في الاعراف ازود من معدل التنفس. ليه? الميتوكندر برضو بتحتوي على حقابات صغيرة كده اسمها الريبوسومات اسمها الريبوسومات والريبوسومات دي مهمة جدا لانا بتصنع البروتنات مين هي البروتنات اللي هي الانزيمات محتاج انزيمات تنفس فالانزيمات دي كل الانزيمات بروتنات من اللي هيصنحها الريبوسومات طيب كمان في حاجة اسمها مادة الاساس يعني المادة الفاضلة اسمها مادة الاساس مادة الاساس وكمان بتحتوي على حاجة اسمها الDNA طبعا علشان كده برضو دي حاجة مشتركة ما بينها وما بين البلاستيدا الخضرة تحتوي برضو على الدي اني طيب لحد الدولات احنا لسه معرفناش ايه اللي بيميز الميتو كوندريا عن باقي العضيات بتاعة الخلية علشان يحصل فيها التلات مراحل بعد كده اللي هو ما تفاعل ربطه دورة كريبس وسلسلة نقل الالكترون بيكون فيها خمس حاجات اول حاجة هناخدهم على وزن كده على قافية مية وفوسفات وانزيمات ومرافقات انزيمات وسايتو كرومات لأ تاني واحدة واحدة كده بيكون فيها ماء بيكون فيها فوسفات ليه فوسفات مان عشان اتكون احتاج ايه احتاج فوسفات وكمان بيكون فيها انزيمات انزيمات التنفس انزيمات التنفس وكمان بيكون فيها مرافقات انزيمات مرافقات انزيمات مين هما مرافقات الانزيمات فاد حاجة اسمها فاد هقول لك عليهم دلوقتي فاد وناد موجب مش ناد بي لا ناد موجب وخامس حاجه اسمهم السيتو كرومات سيتو كرومات دول هي حاملات الالكترونات لأن حاملات الالكترونات حتاكها مهما جدا في سلسلة ناقل الالكترو يبِى حاملات الالكترنات يبقى تاني ليه الميتوكوندريا لان فيه خمس حاجات ايه هما مية وفوسفات وانزيمات ومرافقات انزيمات وسايتوكرومات مية وفوسفات وانزيمات ومرافقات انزيمات وسايتوكرومات ايه هما مرافقات الانزيمات ووظيفته مية مرافقات الانزيمات عاملين زي المكان اللي انا بخزن فيه الطاقة زي يعني مكان كده اللي بقدر خزن فيه الطاقة لحد وقت معين هاخد منهم الطاقة مين هما مرافقات الانزيمات انا عندي اتنين أول مرافق إنزيم معايا هو الناد موجب الناد موجب ده بيتكون بإيه بيتكون بفايتامين بي 3 إنما المرافق الإنزيم الثاني هو الفاد الفاد بس الفاد ده بيتكون من الفايتامين بي 2 طيب أنا عندي مرافق الإنزيم ده لما ييجي يكتسب يكتسب اتنين هيدروجين والهيدروجين بيكون عبارة الهيدروجين الواحد بيكون عبارة عن الكترون وبروتون فنا عنده دلوقتي الناد موجب بيكون عنده يعني بيكون عنده بروتون زيادة البروتون الزيادة ده بيحتاج الى الكترون كمان عشان خاطر يتحول الى ناد بس تحول الى ناد بس تمام بعد كده كمان هياخد هيدروجين فيتحول الى ناد ناد اتش ازاي بص كده معاي انا بيبقى معايا ناد ناد موجب بحط عليه اتنين هيدروجين اضيف له اتنين هيدروجين ففيه هيدروجين بيكون فيه طبعا الهيدروجين بيبقى عبارة عن الكترون يعني الهيدروجين الواحدة بتبقى عبارة عن بروتون الكترون وبروتون بروتون موجب والكترون سالب فانا هاخد السالب ده اعدله مع مين اعدله مع الموجب ده وهيتفضل معي هيدروجين تاني وهيتفضل معي هيدروجين بس في بروتون بس فالنتج بتاعها يكون عامل ازاي عبارة عن ناد 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 اتش زائد اتش موجب عرفت ازاي مين الاتش الموجب ده لانا خدت منه الالكترون ادته هنا اهو في الاول هنا لانا خدت منه الالكترون طيب فتكون معي الناد اتش الناد اتش دي لما باخد منها الطاقة بعد كده بتديني 3ATB بتديني 3ATB بس مش في الوقت يعني اللي بقول عليها طاقة بصورة غير مباشرة غير مباشرة لاني ما بتدهليش في نفس الوقت بتاخد وقت معين او بمر على مرحلة معينة اسمها سلسلة ناد الالكترون علشان تديني 3ATB يبا دلوقتي الناد موجب لما بضيف عليه 2 هيدروجين بتديني ناد اتش زائد اتش موجب من اللي بيكون الناد موجب فيتامين بي سري علشان كده لما تيجي تديني 3B يعني نحفظها كده او نربطها ببعضها بيكونها فيتامين بي سري علشان كده علشان كده بتديني 3ATB بس بصورة غير مباشرة لازم ادخلهم في مرحلة تانية اللي اسمها مرحلة او سلسلة ناد الالكترون طيب الفاد ناخد بعد كده بقى الجزء التاني اللي هي الفاد الفاد دي بضيف عليها 2 هتديني فاد اتش اتو عادي خالص هتديني فاد اتش اتو عادي خالص طيب دي لما باجي اخد منها الطاقة بتديني اتنين ما اللي بيكونها فيتامين بي تو هتديني اتنين يبقى انا عندي الناد اتش الناد اتش هتديني 3ATB والفاد اتش اتو هتديني 2ATB دي اسمها مرافقات الانزيمات طيب هو الATB اصلا بيديني كم سورة حراري انا لو معايا 1ATB بيديني من 7 الى 12 سورة حراري سورة حراري فلما اجا ولك مسلا لو معايا 1ATB الحد الادنى من السورة الحرارى اللي هو هدديني هيكون 7 والحد الاقصى اللي هو 12 طيب الان عندي التنفس الخلوي الهوائي بيديني 38ATB 38ATB يبقى انا عايز دلوقتي الحد الادنى من السورات الحرارى اللي انا باخدها من التنفس الخلوي الهوائي والحد الاقصى بطبه تضرب لي لو قلتلك الحد الادنى تضرب لي 38 في 7 طيب والحد الاقصى الحد الاقصى يبقى تضرب لي 38 في 12 طيب انا عندي دلوقتي التنفس الخلوي بقى اللا هوائي تنفس الخلوي اللا هوائي بيديني 2 ATB بس النوع التاني من التنفس اسم التنفس الخلوي اللا هوائي بيديني 2 ATB بس طيب انا دلوقتي عايز اقول لك الحد الادنى هتلي الحد الادنى للطاقة اللي باخدها من التنفس الخلوي الهوائي هتضرب الاتنين في 7 طيب الحد الاقصى الحد الاقصى هتضرب لي الاتنين في 12 تمام طيب ممكن مثلا اسألك وقولك هتلي الحد الادنى اللي ممكن يدهولي الناد H هتضرب لي بقى الثلاثة في 7 طيب هتلي الحد الاقصى الثلاثة في 12 نفس الفكرة هنا في الفاد H بتديني 2 ATB هتلي الحد الادنى يبقى 2 في 7 هتلي الحد الاقصى يبقى 2 في 12 وهكذا طيب ندخل بعد كده نمسك اول مرحلة من مرحلة نفس الخلوي الهوائي وهو انشطار الجلوكوز انشطار الجلوكوز الجلوكوز ده بيكون سداسي الكربون الصيغة بتاعته C6H12O6 انشطار الجلوكوز بتحصل فين؟ بتحصل في السيتوزول السيتوزول بتحصل في وجود ولا غياب الاكسوجين؟ لا مش محتاج الاكسوجين والتالي تحصل في وجود او غياب الاكسوجين عادي خالص دي كده مثلا معايا الخلية هيت ده كده السيتوبلازم جوه بيكون العضيات يكون مثلا هنا نواع العضيات هنا موجودة جوه الخلية في مكان فاضي كده على جنب فاضي اسمه لايه؟ اسمه السيتوزول هنا كده هو انشطار الجلوكوز ده اللي بيحصل بقى بالترتيب واحدة واحدة كده بص بيكون معايا جلوكوز سداسي الكربون هدي كده جلوكوز 1 2 3 4 5 ده سداسي الكربون هرقمهم 1 2 3 4 5 6 ده كده الجلوكوز اللي معايا مبدئيا اول ما بدخل الجلوكوز ده للسيتوزول بيحصل له طبعا المفروض انها انشطار بس الانشطار ده بيحصل على مراحل اول حاجة يجي الجلوكوز يدخل كده بيقف فباخد منه اصلا المفروض اننا الرحلة دي كلها المفروض اننا بعملها عشان خضر منها اخد منها طاقة لا انا في الحال اول ما ببتدي بستهلك طاقة اصلا يعني المفروض اننا بعمل فكرة التنفس الخلوي هو الحصول على الطاقة من جزئات الغذاء لا اذا بقى اول خطوة معايا هي بتتناقض مع فكرة التنفس الخلوي بمعنى ان انا اول ما بدخل الجلوكوز الى السيتوزول انا باخد طاقة بستهلك طاقة اي تي بي اهوة واحد بحوله الى اي دي بي زائد فوسفات بحولها الى اي دي بي زائد فوسفات هيكون معايا مين بقى نكون معايا ادي الجلوكوز اهوة تاني اين تلاتة اربعة خمسة مترقم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة فانا دلوقتي مبدئيا كده كان معايا اي دي بي حولتها الى اي دي بي و بي واخدت منها الاي واخدت منها الطاقة فاصبح معايا مجموعة الفوسفات مجموعة الفوسفات دي تروح تمسك فين تروح تمسك في الزرر رقم ستة فيتحولوا باسمه جلوكوز ماسك في الفوسفات من الزرر رقم ستة يعني ده كان اسم جلوكوز عادي اهو ده كده جلوكوز عادي لكن هنا جلوكوز والجلوكوز زرة الفوسفات او مجموعة الفوسفات دي راح اتمسكت في زرة الكربون رقم 6 فانا عايز اقول ان ده جلوكوز ماسك فيه فوسفات في الزرة رقم 6 فقول علي جلوكوز 6 فوسفات كاني بشاور عليها كده جلوكوز 6 فوسفات يعني ماسك فيه مجموعة فوسفات في زرة الكربون رقم 6 فجلوكوز ده ما بيحبش ما بيحبش حد يمسك فيه ما بيحبش الفوسفات تمسك فيه. فبيرفض الفكرة دي فيبتدي ان هو يتحول. يتحول لمين? يتحول لفراكتوز. وخلي بالك. الجلوكوز بيكون في ستة كربون والفراكتوز برضو بيكون في ستة كربون. يعني صيغة الفراكتوز لو سكر الفواكه بيبقى برعا سي ستة اتش اتناقشر او ستة. اما لا الاختلاف فين? اختلاف بقى في التركيب بتاعهم وترتيب الزرات. والشكل الفراغي بتاع الفراكتوز والجلوكوز. لكن لكن كعدد الزرات له هو هو نفس عدد الزرات. فيتحول بعد كده الجلوكوز ستة فوسفات ده الى فراكتوز ستة فوسفات اهو. تعالي نرسم بقى الفراكتوز. فبعده كده. يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وعند زرة الكربون رقم ستة بيكون مسكة مجموعة الفوسفات اهو. فبتحول بقى اسمه فراكتوز ايوه يبقى فراكتوزي فراكتوز ستة فوسفات. تمام? بس الفراكتوز ستة فوسفات بيحب بقى ان حد يمسك فيه. فهنحوله كمان مجموعة ايت اي تي بي. هنمسك اي تي بي تانية هيت. الى حد دلوقتي عمل اصرف فلوس ده تاني اي تي بي اصرفه. هاخد اي بقى? هاخد اي بقى? هاخد اي بي. زائد بي. عشان اطلع برضو طاقة. فتفضل معي مجموعة الفوسفات دي. مجموعة الفوسفات دي تروح تمسك فين? في زرة الكربون رقم واحد. فنرسم بقى بعد كده الشكل اللي هيتكون لي. يبقى معي فراكتوز بقى المرة دي مش جلوكوز. هاي بقى واحد اتنين 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 تلاتة اربعة خمسة ستة. ماشي. بس انا عندي من زرة الكربون رقم ستة مسكة مجموعة فوسفات ومن زرة الكربون رقم واحد مسكة مجموعة فوسفات. فيبقى اسمه ايه? اسمه فراكتوز ستة او مسلا عشان اجيبها بترتيب فراكتوز واحد ستة سنائي ما فيه اتنين فوسفات. يبقى سنائي الفوسفات. مجموعة الفوسفات هتبدأ انها تسحب من نحيتها. مجموعة الفوسفات دي تسحب من نحيتها فهمسك الفراكتوز ده واقسمه النصين. هقسمه النصين لحد ما مااخد اتنين فوسفو جليسرالضايد. يبقى ده اسمه. ده يتحول يبقى اسمه فوسفو جليسرالضايد. وده يبقى اسمه فوسفو جليسرالضايد. فيبقى معي ايه? اصبح دلوقتي معي اتنين جزيء فوسفو جليسرالضايد. ماشي. الاثنين جزيء فوسفو جليسرالضايد دول هبتدى بقى انا عايز اعواض الفلوس اللي انا صرفتها. انا صرفت لحد دلوقتي اتنين اتبى. عايز اعواضهم. هبتدى ان انا احولهم الى اتنين حمض بيروفك. هاخد اتنين حمض بيروفك. الاتنين حمض بيروفك. انا بحول الفسو جليسرالضايد. الحمض بيروفك. انا باخد اربعة اي تي بي. يعني بيكون معي اربعة اي دي بي. بحولهم الى اربعة. طبعا دي زائد فوسفات زائد اربعة فوسفات. هاخد اربعة اي تي بي. وطبعا انا كان علي اصلا اتنين قبل كده. فهنقصهم. هنقص الاتنين اي تي بي اللي انا دفعتهم في الاول. فهيبقى كده كمية الطاقة اللي طلعت معي هي اتنين اي تي بي. يبقى خلال انشطار الجولكوز انا خدت كم اي تي بي خدت اتنين اي تي بي. طيب ماشي. طيب دلوقتي. وباخد كمان بيكون معي اتنين ناد موجب مرافق انزيم ناد موجب باخدهم وبعمل لهم حاجة اسمها عمل لهم اختزال. ليه اختزال لان انا بضيف عليهم هيدروجين. يبقى العملية اسمها عملية اختزال. اختزال لمن المرافق الانزيم. فباخد اتنين ناد اتش. اتنين ناد اتش. اتنين ناد اتش طبعا زائد الاتنين اتش موجب بتوعين. طبعا انت تعرفهم فهمتهم في الاول خالص. ماشي. دول ما يهمنوش في حاجة دلوقتي سبك منهم انا اللي يهمني دول. يبانا دلوقتي كل اللي حصل معي تعال نلم الدنيا دي كلها في صفحة واحدة. ان انا معي جزيء جلوكوز. الجلوكوز ده فيه ستة كربون او ستة كربون. حصل له انشطار فالناتج كله بقى معي اتنين اي تي بي. ومعايا اتنين ناد اتش تمام طيب اذا كده الطاقة المباشرة بتاعته هي اتنين اي تي بي طبعا انا خدت ايه خدت اتنين حمض بيروفيك الجولوكوس ده بيبعبار عن سي ستة اتش اتناشر او ستة لكن حمض البيروفيك ده بيبعبار عن سي تلاتة اتش اربعة او اه او تلاتة طبعا هضربهم في اتنين لان اتنين طب ما تيجي تقولي طب مش زه سي ستة اتش اتناشر او ستة ازاي ازاي بقى معايا اتنين سي تلاتة اتش اربعة مش المفروض الاربعة دي تبقى ستة ما هنص الاثناشر مش انا اسمتها نصين مش نص الاثناشر يبقى المفروض دلوقتي ستة ليه الاربعة دول هقولك ما دلوقتي خدت اربعة اتش الاربعة اتش دول انا دفتهم على مين دفتهم على الناد اتش ما كل كل ناد اتش بياخد اتنين كل ناد موجب بياخد اتنين اتش فالاربع دول انا ضفتهم على الناد اتش تمام فاصبح دلوقتي اربع واربع هنا دول اهو اربع اتش فاتنين بتمانية واربعها اتناشر اهو هطلع اتناشر بتوعي اهاوه عرفت بقي راح أفين تمام قالونا دلوقتي اعملت الانacağımلت ا اغتزال لاختزال انا انا بضيف علوه الهايدروجين مضيف عليه الهايدروجين اختزال مين اختزال مرافق الانزيم ناد. وخذت في النهاية اتنين حمض ايه? حمض بيروفيك. فاجد الوقت اقول لك كم عدد جزيات ATB النتيجة بشكل مباشر من انشاطار الجلوكوس? كم عدد جزيئات ATB النتيجة بشكل مباشر من انشاطار الجلوكوس? هتقول له الله على هم. يبقى ده كده ATB بشكل مباشر. طيب طيب كم عدد جزيئات ATB النتيجة بشكل غير مباشر. بشكل غير مباشر يبقى تعال ببص هنا كده. بشكل غير مباشر تعال تشوف لي اتنين ناد اتش. وانت قلت لي ان الناد الوحدة بتديني كم تلاتة اي تي بي. يبقى اتنين في تلاتة اي تي بي هتساوي ستة اي تي بي. يبقى لي بشكل غير مباشر هو الاتي بي. وبشكل مباشر هما ستة اي تي بي. وبشكل مباشر هما اتنين اي تي بي. طيب كم عدد كذيئات ATP الكلية الكلية هتساوي 8 ATP اللي هو المباشر والغير مباشر يدوني كم يدوني 8 ATP الناتجة بس نعرف الناتجة من انشطار الجلوكوز انشطار الجلوكوز ده حصل فين؟ حصل في السيتزول كده خلصنا الخطوة الاولى بتاعتنا وهي انشطار الجلوكوز خدنا ايه نواتج نواتج انشطار الجلوكوز نواتج انشطار الجلوكوز انا خدت اول حاجة 2 ATP يبقى 2 ATP طيب تاني حاجة 2 NADH ماشي طيب تاني حاجة هي 2 هي 2 حمض بيروفك اتنين سي تلاتة H اربعة و تلاتة هو تلاتة اللي هو مين ده؟ اللي هو اتنين حمض بيروفك الطاقة الوحيدة معايا هي الاتنين ATP او قصد الطاقة المباشرة معايا هي الاتنين ATP اما الاتنين NADH ده انا هخدهم دلوقتي لا عشان كده بقولك عليهم غير مباشرة هخدهم في سلسلة الاتنال الكترول لما بجأة تخل بقى بعد كده الميتو كوندري لو انا معايا اكسوجين فوجود الاكسوجين هعمل تنفس هوائي طيب في غياب الاكسوجين لا في غياب الاكسوجين هعمل تنفس لا هوائي طيب احنا بنتكلم بها دلوقتي على تنفس الهواي فهنا دلوقتي معايا الاكسوجين فمعايا الاكسوجين هواخد حمد البيروفيق ده وابدأ ان انا ادخل في المرحلة التانية المرحلة التانية لا استمها تفاعل الربط الى هي التمهيد قبل دورة كريبس يبقى بنا دلوقتي هاخد حمد البيروفيق وابدأ ان انا ادخل المرحلة التانية معايا وهي تفاعل الربط وتفاعل الربط دي اسمها تمهيد مين تمهيد دورة كريبس طيب اللي بيحصل في التمهيد ده تمهيد بتاع دورة كريبس ان انا بيكون معايا اتنين حمد بيروفيك يبقى دي معايا اتنين حمد بيروفيك وحمد البيروفيك ده الواحد بس بيكون سلاسي الكربون سلاسي الكربون فهبدايا اول ما يدخل حمد البيروفيك كده في الميتوكندريا بيحصل فين طبعا تفاعل الربط ده بيحصل في الميتوكندريا اول ما يدخل الميتوكندريا هياخد على افاق وبس رمز كلمة يعني معايا ايه كلمة ياخد على افاق يعني هيفقد كربونة عشان بس هنقولك كلمة هياخد على افاق دي كتير فانت اول ما تسمع كلمة هياخد على افاق بكده هيفقد ايه هيفقد كربونة فانا دلوقتي كان معي حمد البيروفيك الواحد اهوة ثلاثة كربون ادي واحد و ادي كمان واحد معي اثنين فطبعا الاثنين هيدخلوا هياخدوا على افاهم فيتحولوا الى كل واحد هيفقد ايه كربونة فيتحولوا الى اثنين اهم طب المركب اللي هو ثناء الكربون ده اسمه ايه اسمه اسيطايل اسمه اسيطايل ده كده اسيطايل طيب ماشي يبانا دلوقتي في تفاعل الربط ايه اللي حصل انا حولت الاثنين حمد بيروفيك الى اثنين مجموعة اسيطايل الى اثنين مجموعة اسيطايل حمد البيروفيك كانسولاسي الكربون فبقى معي ايه بقى معي اثنين اسيطايل سناء الكربون طب همالك كربونة اللي راحت دي راحت فينا انا كده فقطت اثنين كربون هستخدمهم في ان انا هطلع اثنين سانو اكسيد الكربون طب هو اثنين سانو اكسيد الكربون ده مصيره ايه يصير ان هو بيذهب بيروح للدم بعد كده للدم ده بيكون في كرة دم حمرة بيكون جواه هيموجلوبين ياخد سنة كشدة الكربون فيتحول الى اسمه كاربامينو هيموجلوبين فيذهب مع مين؟ يذهب مع الدم بعد كده يوديه للرقتين ويخرجه خارج الجسم طيب فقدل معي دلوقتي حتة او خطوة لسه ملتش عليها وحطة ان انا بيكون معي اتنين ناد موجب نفس الفكرة هو مرافق انزيم ناد موجب بيتحولوا طبعا بياخدوا بيحصل اختزال ليهم يعني بياخدوا هيدروجين فيتحولوا الى اتنين ناد اتش اتنين ناد اتش يبقى انا دلوقتي في تفاعل الربط انا خدت ايه؟ انا خدت اتنين اسيطيل وخدت اتنين سنة كشدة الكربون وخدت اتنين ناد اتش بس كده انا اجهز بقى دلوقتي ان انا ادخل دورة كريبس بس لازم ييجي بقى مركب اسمه مرافق الانزيم ايه؟ مرافق انزيم الف او مرافق انزيم ايه؟ بنقول عليه كو انزيم ايه؟ كو انزيم ايه ده؟ مرافق الانزيم اللي هيجي ااخد الاسيطيل فهيتحد مع الاسيطيل فيتحول الى مرافق انزيم يعني مجموعة اسيطيل مرافق انزيم الف يبقى المركب ده كله على بعضه هيدين اسمه مجموعة اسيطيل مراكد أنزيم ألف مجموعة أستييل مراكد أنزيم ألف هيبدأ أنه ياخد مين مراكد أنزيم ده هياخد مجموعة الأستييل اللي هو طبعا يكون سنائيل كربون ويبدأ أن هو يدخلهم إلى دورة كريبس دورة كريبس ويبدأ أنه يقعدهم طبعا بيكون سنائيل كربون أدي واحد أكوت يقعد واحد ويقول للتاني يقعد هنا وتفرج عليه نفس اللي هيحصل في ده هيحصل في ده يعني نفس اللي هيحصل في مجموعة الاستالي تاني اللي هو برضو وسناء الكربون بس دورة كربس هتحصل لواحد بس وبعد ما تخلص ناخد التاني بس خلي بالك بقى قبل ما تبتدي دورة كربس لازم لازم ولابد ان هي تبتدي بسوداس الكربون يعني ما ينفعش ان هي تبتدي باثنين كربون دورة كريبس دورة كبيرة ودورة لفة وحوار وفيها ضرب بالألم وضرب بالأفة والكلام ده كله فنحن دلوقتي مش هتنفع ان هي تبتدي على اثنين كربون يعني ما تيجي مثلا نبدأ دورة كريبس تقولك لا انا مش هبدأ باثنين كربون انا عايز ستة كربون خلاص نتصرف ونروح نجيب واحد كمان يكون رباعي الكربون اللي يكون رباعي الكربون ده اسم حمد الأجزال وأسيتيك حمد الأجزال وأسيتيك حمد الأجزال وأسيتيك ده بيكون رباعي الكربون بيبتدي ان هو يتحد مع مين؟ مع مجموعة الأستايل اللي يسوني الكربون مجموعة أستايل فيبتدي ان هما الاثنين يكونوا لي حمد سداسي الكربون اسمه حمد ستريك حمد ستريك ده هيكون سداسي الكربون بس كده من هنا بقى تبتدي دورة كريبس عشان كده اصلا يعني بداية دورة كريبس ونهايتها عند حمض الستريك عشان كده اصلا دورة كريبس لها اسم تاني اسمها دورة حمض الستريك اقول عليه اسمه حمض الاسيتك يبقى حمض الاسيتك او حمض الستريك دورة حمض الاسيتك او دورة حمض الستريك طيب اول ما بيتكون حمض الستريك بياخد على افا طبعا انت خلاص فهمت يعني بياخد على افا بياخد على افاه يعني باخد منه زرة كربون عشان اكون ثاني اكسيد الكربون وكمان بيكون معايا ناد موجب بيتحول الى ناد اتش تمام فدلوقتي هو كان خماس الكربون واتاخد منه كربونة هيكون لحمد جديد اسمه حمد الكيتو جلوتاريك حمد كيتو جلوتاريك حمد الكيتو جلوتاريك بيكون خماسي الكربون يبقى ده تاني حمد معايا اللي هو مين حمد الكيتو جلوتاريك طيب حمد الكيتو جلوتاريك ده اول ما يتكون برضه هياخد على افاه هياخد على افاه فبيديني حمد اسمه حمد الساكسينيك يعني ياخد على افاه يعني هيفكت ثاني اوبسيد الكربون وكمان هيكون معايا ناد موجب هيتحول الى ناد اتش فهيتكون معايا حمد اسمه حمد الساكسينيك طيب حمد الساكسينك ده طالما ده كان خمس الكربوني بحمد الساكسينك هيكون رباعي الكربون حمد الساكسينك هيكون جابان شوية هيقولهم يعملوا فاية اللي انتوا عايزينه بس محدش يضربني على على فاية فطبعا هيرفض ان هو ينضرب على فاية بس برضو هيعملوا اللي هم عايزينه هياخدوا منه اي بقى عن طريق ان هم هياخدوا هيكون في فاد بس فاد هيتحول الى فاد اتش كمان طيب الفاد ده بيديني اتنين اتب والناد بيديني تلاتة اتب اصبح دلوقتي ان انا محتاج اعادلها عايز تلاتة اتب هكون بقى على طول مرة واحدة انا بيكون معايا ال اي بي زائد الفوسفات ويدوني اتب على طول يبا كده عادلت الدنيا بحالة يبا معايا فاد هيديني اتنين اتب وادل اتب بس ال اتب دي هتكون بصورة مباشرة لكن دي هتكون بصورة غير مباشرة طب وده رباعي الكربون اتخد منه كربون لا هيفضل زي ما هو فيديني حمد اسمه حمد المليك حمد المليك برضو هيكون رباعي الكربون حمد المليك برضو نفس الفكرة هيقول لهم اعملوا اللي انتوا عايزينه بس محدش يضربنا على فاة وفعلا محدش هيدربوا على فاة بس هناخد منه هيكون معانا الناد موجب هناخدها ونحاولها الى الناد اتش تمام لحد ما اكون مين بقى اكون حمد الوجزال واسيتك رباعي الكربون وبعد كده نمسك مين بقى نمسك مجموعة الاسطالة التانية واللف كمان لفة طيب يبقى انا دلوقتي معايا نواتج محتاج بس ان انا اقسم لك الحتة دي معايا دورة كريبس واحدة بتحصل لمجموعة اسطالة ومعايا ممكن اقول دورتين كريبس كريبس دي بتحصل للجلوكوز يعني جزي الجلوكوز كله على بعضه بيحصل له دورتين كريبس اشترك ربس لو قالك دورة كريبس واحدة هتعسب حزبه عايز نواتج دورة الكريبس واحدة او دورة كريبس في مجموعة اسطالة او مثلا يجمالي دورتين كريبس اصلا كده كده جزي الجلوكوز ده بيتقسم لنص 2 حمد بيروفيك همد بيروفيك بيدين همد بيروفيك بيدينين مجموعة اسطال تدخل فطوخ دورتين كريبس طيب انا حصلت على ايه خلال دورتك تعالى بالنسبة نجمع الناد اتش. انا خدت كم خلال دورة كريبس. بص كده معي. خلال الدورة الواحدة لما حاولت الحمض الستريك او حمض الاسيتيك الى حمض كيتو جلوتاريك انا خدت واحد ناد اتش. ادي كده واحد. وكمان لما حاولت الكيتو جلوتاريك لحد الساكسينيك انا اخدت كمان الناد اتش. فده كده اتنين. وكمان لما حاولت حمض المليك الى الناد اتش انا خدت تلاتة. تبا كده تلاتة حمض. اه تلاتة كده الناد اتش. بعدد اجمال الناد اتش هم تلاتة. طيب تعالى نجمع كده. الفاد. الفاد اتش. حمض الساتريك مدنيش فاد. حمض الكيتو جلوتاريك مدنيش فاد. حمض الساكسينيك الداني فاد. فمعايا كده فاد اتش. طيب فيه فاد اتش تاني لأ. يبقى كده معايا واحد فاد اتش. طيب فاد اتش تو طبعا. دي بتكون فاد اتش تو. طيب تعال نشوف بقى على الجزيئات الاتب. تعال نجمع جزيئات الاتب. حمض. حمض الستريك مادانيش اتب. حمض الكيتوكولتاريك مادانيش اتب. حمض يبقى دورة كريبس الواحدة بتديني تلاتة ناد اتش. تديني واحد فاد اتش تو. بتديني واحد اتب. انما دورتين كريبس بقى هتبدأ ان انت تزود. هتديني ستة. طبعا اتنين بقى يبقى ستة ناد اتش. طيب هتديني اتنين طبعا فاد. ده انا غير اللون بس عشان اخطر انت بقى عارفين. تديني اتنين فاد اتش تو. وهتديني اتنين ات بي. اللوكوز الواحد بيديني اتنين ات بي في دورة كريبس. اتنين ات بي. طيب يبقى كده خلاص خلصنا دورة كريبس وخدت النواتج بتاعتها. فضل معايا مين? فضل معايا ستة ناد اتش. واتنين فاد اتش تو. يبقى انا دلوقتي معايا مريت بتلات مراحل. اول مرحلة هي انشطار الجلوكوز. انشطار الجلوكوز. تاني مرحلة هي تفاعل الربط. تالت مرحلة هي دورة كريبس. انا خدت كم ات بي? خدت اتنين ات بي. اتنين ات بي. طب في تفاعل الربط تخدت ات بي? لا ما خدتش ات بي. طيب في دورة كريبس خدت كم دورة كريبس الواحدة? خدت ايه? خدت واحد ات بي. بس حصل دورتين كريبس? فيبقى كان في اتنين. هيبقى يدوني اتنين ات بي. طيب ده كان بالنسبة للات بي. طيب تعال نشوف بقى بالنسبة للناد اتش. في انشطار الجلوكوز انا خدت اتنين ناد اتش. في تفاعل الربط خدت اتنين ناد اتش. طيب في دورة كريبس. في دورة كريبس انا خدت تلاتة ناد دورة الواحد ناد اتش. بس في اتنين يبقى يدوني ستة ناد اتش. طيب كده خلصنا ناد اتش. تعال ناخد بعد كده. تعال ناخد بعد كده الفاد. في انشطار الجلوكوز ما خدتش فاد. في تفاعل ربط ما خدتش فاد. بس انا عندي هنا في دورة كريبس الواحدة خدت فاد اتش تو. في اتنين يبقى انا اصلت على اه كده حصلت على اتنين فاد. اتش تو. طيب يبقى كده اجمالي. اجمالي الاتب اللي انا خدتهم هم اربعة اتي بي. يعني لحد ما وصلت للمرحلة التالتة بقى والاخيرة اللي هي بس اللسلة نائل الالترون هما الاتنين ادي اتنين اين اتي بي. واده كمان اتنين اتي بي يبقى انا كده خدت اربعة اتي بي. ده اللي انا طلعت به اربعة اتي بي ده بشكل ايه بشكل مباشر يبقى هما اربعة اتي بي بس بشكل مباشر. من اصل كان بقى من اصل تمانية وتلاتين اتي يبانا فاضل معايا كام فاضل معايا اربعة وتلاتين اي تي بي هاخدهم بشكل غير مباشر غير مباشر فين بقى في اخر مرحلة معايا وهي مرحلة سلسلة نقل الالكتروني بالمرحلة الرابعة معايا وهي سلسلة نقل الالكترون بس قبل ما نبتدي في سلسلة نقل الالكترون في مصطلحين مهمين محتاجين نميز ما بينه اول مصطلح معايا اسمه الاكسادة مصطلح الاكسادة كلمة الاكسادة هو ان انا بضيف مسلا ده كده مركب بضيف عليه اكسوجين او ان انا اخد منه هيدروجين او ان انا اخد منه الكترون والاتنين هم هم واحد يعني لو بضيف عليه اكسوجين يعتبر بالنسبة ان احنا الحدد دلوقتي واحد يعني بالنسبة لدرس بتاعنا واحد لكن بشكل عام في الكيميا والكلام ده كله لا مش واحد طبعا طيب حتة ان انا اكسادة يبقى انا بضيف اكسوجين او ان انا اخد هيدروجين او الكترون طب المصطلح التاني معايا هو مصطلح الاختزال الاختزال طبعا بيكون العكس مثلا معي مركب اول لما انا بضيف عليه هيدروجين او بضيف عليه الكترو يبدأ كده اختزال او ان انا اخد منه اكسوجين علشان كده تعالك هنا لو نرجع لدولة كريبسي تاني بص هنا حمد الستريك انا خدت منه هيدروجين يبا انا عملت له ايه كده انا خدت منه هيدروجين يبا انا كده عملت له اكسدا علشان كده اقول لك على المركبات ده اسمها مركبات وسطية حمد الستريك ده وحمد الكيتو جلوتاريك والساكسينيك وحمد الماليك المركبات ده اسمها مركبات وسطية مركبات وسطية فاللي بيحصل في دولة كريبس هو اكسادة اكسادة المركبات الوسطية ليه حصل لهم اكسادة لان انا خدت منهم هيدروجين خدت منهم هيدروجين اديته لمرافقات الانزيمات يبا حصل اكسادة مركبات الوسطية على العكس بقى انا حطيت هيدروجين لمرافقات الانزيمات يبقى حصل اختزال مرافقات الانزيمات يبقى حصل اختزال مرافقات الانزيمات اللي هي الناد والفات أما المين Complexカ Beside الحمد الوحيد اللي ما حصلوش اكسدة هو حمد الوجزال واساتيك الوجزال واساتيك ده الوحيد اللي يعتبر ما خدش على broccoli فيهم كله ما حصلوش اكسدة يبقى دلوقتي مين هي المركبات الوسطية الكتجلوتاريك والستريك والسكسينيك والحمد المليك ليه حصل لهم اكسادة اللي انا خدت منهم هيدروجين طيب خد الهيدروجين اديتوا المين اديتوا المرافقات الانزيمات يبقى انا كده عملت اختزال لمرافقات الانزيمات طيب ماشي تعالى بقى ندخل على سلسلة نقل الالكترون انا بدخل سلسلة نقل الالكترون وانا معايا 6 ناد اتش و 2 فاد اتش 2 طيب اللي بيحصل ان انا مثلا هاخد مركب الناد اتش هوت ويبدأ انزل على حاملات الالكترونات حاملات الالكترونات او السيتو كرومات اهيت باخد اتنين الالكترون من هنا باخد اتنين الالكترون من هنا همت من الناد اتش ويتفضل معايا الاتنين يعني الالاتش ده بقسمها لايه كلمة اتش 2 اتش همت بقسمهم الى اتنين الالكترون زائد اتنين اتش بروتون ده كده بروتون فانا دلوقتي المركب ده لما اخد منه اتنين الالكترون وكمان هيتفضل معايا اتنين بروتون فهاخده منزلهم تحت عمت يبقى انا هاخد الاتنين ايه؟ هاخد الاتنين اتش ويفيد انو تاني فهرجعه الاصل اللي هو مين? اللي هو الناد خدت هاخد الاتنين muito فهرجعه الاصل اللي هو الناد cima فاخدت الاتنين هيدروجين بتيع في السمتهم الى اتنين الاكترون والد و Acting الاتنين الالكترون هيبد WHY ا LEAP имся هم ينزلوا على حاملات الا الاصل بيلوتون هينزله مرة واحدة من اله throws. هنا كده. طيب ف Manchester كل ما بينزله مرة فيتدوني واحدة. مش كل ما ينزله مرة يدوني واحدة كل ما ينزله مرة يدونى واحدة فتجي تجمعهم كلهم يدوني تلاتة فضل معين ينزلو الاتنين الكترون تحت اتحدو مع مين مع الاتنين بروتون. طيب احط عليهم نص جزيء اكسجين. جزيء اكسجين. نص. يبقى نص جزيء اكسجين. لان انا معي في حاجة اسمها جزيء اكسجين وزرة اكسجين. نفهم كده. معي حاجة اسمها. ده كده اسمه جزيء اكسجين. لكن دي كده اسمها زرة. انا مش عايز الزرة في حاجة. انا مش عايز زرة الاكسجين في حاجة. انا عايز الجزيء. بس طبعا مش هانفع اخد زرة. لا انا عايز الجزيء. فهامس الجزيء وقسم نصين. فاخد نص جزيء اكسوجين عشان خاطر يديني مين? يديني الاتش تو او. اللي هو مين? المية. فالمية بتتكون في اخر مرحلة معايا. وهي مرحلة سلسلة نقل الالكترو. طيب اصبح دلوقتي معايا تلاتة. لا لا معايا ستة ناد اه ستة ناد اتش. طبعا هضربهم في كم? هضربهم في تلاتة فيدوني تمنتاشر اي تي بي. تمنتاشر اي تي بي. طيب ناخد بقى نفس الكلام ده كله. هنعمله على مين? على الفات. بس نخلي بنا. انا عندي الفات. حاملات الالكترونات بتاعته بتبقى اتنين. يعني الفات اتش تو. بتبقى حاملات الالكترونات بتاعته اتنين بس. فلا دلوقتي هاخد منه مين? الاتش تو. فانا قلت لك ان الاتش تو ده بيبقى عبارة عن ايه? بيبقى عبارة عن اتنين الكترون زائد اتنين بروتون. فانا هاخد مين? هاخد الاتنين الكترون اهم. وهاخد الاتنين بروتون ونزلهم لتحت. ادي اتنين بروتون. فطبعا الالكترون كل ما بينزل مرة بيديني تاقة. اهو كل ما ينزل مرة يديني اي تي بي. كل ما ينزل مرة يديني اي تي بي. فاتيجة تجمعهم يدوني اتنين اي تي بي. تمام. ينزل بعد كده الاتنين الكترون يتاهدوا مع البروتون. هاخد عليهم كمان نص آآ نص كمان آآ نص اكسوجينة نص او تو هتديني ال اتش تو او. هي بالمية كونات في الاخر. طيب فانا معايا اتنين فاد اتش تو هاضربهم طبعا في اتنين اي تي بي. فهيدوني اربعة. هيدوني كم اربعة اي تي بي. هيدوني اربعة اي تي بي. طيب تجمع الاربعة. اتنين طبعا اتنين في اتنين في اتنين في اتنين. اربعة اي تي بي. مع التمنتاشر فهيدوني اربعة. يبقى كده اربعة تبقى يدوني اتنين وعشرين. اتنين وعشرين اي تي بي. طيب فقدر كده حاجة حاجة كنا ما حسبتهاش في الاول. لان مفروض انه ما يدون اربعة وثلاثين. امتلك فانشتار الجلوكوز انا خدت اتنين ناد اتش. وافتفعل الربط خدت اتنين ناد اتش. يبقى اتنين واثنين اربعة. ودول ستة. اه يبقى انا ما جمعتش دول كاملين. ما جمعتش دول كاملين. انا معي اربعة. اعمة اتنين واثنين. ودول ستة من دورة كريبس. فيبقوا كام? يبقى اجمالي كلهم عشرة اي تي بي. يبقى المفروض ان انا دلوقتي هاخد عشرة اي تي بي. انتشي اخد ستة بس. يبقى دول عشرة. يبقى نشيل حتة دي كده. يبقى دول كده عشرة. ناد اتش. عشرة في تلاتة. هيدوني تلاتين. يبقى دي كده تبقى تلاتين مش تمنتاشر. تلاتين اتبي. جاي من عشرة ناد اتش. طيب تلاتين واربعة. يبقى اجمالي. ودول الاربع. يبقى المفروض اجمالي كله معي. اربعة وتلاتين. اي تي bay. يبقى دول اربعة وتلاتين اتبي. انا برضى عمالة قول للستة من ساعت هاحفhar فيها غلط. فيها غلط بسهولة ما خلاها في الاخر. يبقى كده اربعة وتلاتين. اربعة وتلاتين. اتبي زايد الاربعة اللي احنا اخدناه في الاول بشكل مباشر اربعة اي تي بي بشكل مباشر يبقى كده الاجمالي كله تمانية وتلاتين اي تي بي وبس وبكده احنا خلصنا التنفس الخلوي الهوائي فاضل كده التنفس الخلوي الهوائي بنعمله ان شاء الله في في فيديو الواحده كده.